أكد وزير الصناعة وتجارة والسياحة سعادة السيد زيد بن راشد الزياني أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 جاء ذلك لدى رعاية الوزير الزياني حفلة تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج تنمية وتطوير رواد الأعمال والذي يقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو وأكد الوزير الزياني أن استراتيجيات الحكومة تضع قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تشجيع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم يتحول من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال سعدنا اليوم بتخريج دفعة جديدة من برنامج الأمم المتحدة اليونيدو والذي دشنا مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ عوام عديدة في مملكة البحرين ونفتخر أن نشوف شباب وشابات البحرين ينطلقون في مجال ريادة الأعمال وتحولهم من باحثين عمل إلى خالقين لفرص العمل طبعا هذه سياسة واضحة تتبعها الوزارة بتوجيه من الحكومة الرشيدة أن نحن ندعم القطاع قطاع ريادة الأعمال قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة اليوم بيخرج الفواج 88 إلى 93 في طوالحنا وصلنا الحين إلى دعم أكثر من 8000 رائد عمل بإقلال التدريب وتقديم المشورة ووصلت موجوداتهم تفوق إلى 2 بليون دولار وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة في مملكة البحرين عبر النموذج البحريني الأزواء القادمة إن شاء الله سوف نوصل إلى المئوية سنبدأ نشتغل على تدريب الفوج رقم 100 فإن شاء الله سيكون من أهم الأفواج لأنه مركزين على الفوج رقم 100 أن يكون فيه كثير من الإبداع والابتكار من رواد الأعمال ترجمة نانسي قنقر